ايه المشاعر دي والساز الأجيال وبسنه ده وبعده قد ايه من رحيل الست وقد ايه من رحيل أمه لما افتكر افتكر بكى حالة حقيقية والله يا دكتور وإحنا بنصور الحلقة دي حالة بكى جات لكل الناس اللي بتصور يه اني مش قادر اقول محدش قادر يمسك نفسه محدش قادر يمسك نفسه ان الراجل في السن ده وبعده وفات الست في السنين دي كلها في كل الوقت ده وما هو الام دي مبتموتش على فكرة دي يعني فرقها بيزيد و مش عارة افتكرت والدتي رحمة الله عليها لا الحالة يوم ما توفت كان عندي كنت انا مساعد مخرج صغير فكنت بشتغل مع رحمة الله علي فاتح عبدالسطار فلا كان فين بويلات طبعا ولا فيها اي حاجة فكلمت سكرتنا وقلتنا انا مش اقدر ايجي كان عندنا شغل فقيت لأ الاستاذ بيقولك لازم تيجي مش هينفعه فاضطريت ان انا سيب والدتي في المستشفى ومشيت انا مشيت من هنا بعدها من نص ساعة توفت فبقول لهم طب قلولي ايه اخواتي كلهم قالوا لي انها جابتهم كلهم وقلتهم خلوا بالكم من نبيل انا اصغر واحد اخواتي لما الستاذ مدبولي حكى الحكاية انا جالي انهيارة عصبي وقتها اللي هو الله يرحمه اللي والدتك يا نبيل فعلا الله يرحمه الله يرحمه ستة امنة الله يرحمه رحمة الله علي وعلى كل الهم الله يرحمه خلينا نشوف حاجة تانية جميلة يلا برضو نشغل المخرج الجميل نبيل عبد النعيم احنا اسفين نبيل رابنا